في أيام المسيح طبعا بالنسبة لليهود وبالذات المتدينين الفرسيين جماعة مضققين جدا ولما شخص بيدعي أنه هو تحت المجهر تحت التلسكوب خلينا نقول حتى بشكل أصعب وأنه جماعة بمشوش الكلام بأي طريقة لأنه لازم يكونوا مضققين مية في المية فكيف يعني المسيح كان يعني يشاهد أو يطلع عليه من خلال يعني الأحداث اللي كانت تتم في أيامه بالنسبة لليهود ولسيما تعليقهم أنه نبي يعني أعتقد شخصية المسيح ذاته ثم الأعمال التي عاملها المسيح أوصلت المدققين المتشددين إلى نتيجة لا يمكن أن يلحرفوا عنها قام بيننا نبي عظيم ده مش نبي عظيم مش كل الأنبياء أو أمه حد من الموت فكون المسيح يوقف النعش بتاع ابن أرمالة ناين ويقول أيها الشاب لك أقول قم فيقوم الشاب ويدفعه لأمه قام بيننا نبي عظيم وافتقد الله شعبه لما أجبع الجموع الكثيرة من خمسة أرغفة حوالي عشرين ألف خمس تلاف معنا النساء والأولاد يعني المجموع كله حوالي عشرين ألف من خمسة أرغفة ويفضل عنهم اتناشر أفة الناس قالت هذا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم مش ممكن ننتظر شخصا أفضل وأعظم وأروع من هذا الشخص فمع تدقيقهم ما بيقبلوش أي حد المسيح مش أي حد ده المسيح أعظم حد واللي عمله لم يعمل قبل ذلك على إطلاق المسيح قال كذا لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لما كانت لهم خطيئة وطبعا إحنا بالنسبة للناس كيف استوعبت شخصية المسيح في أيامه أنه وتعليقاتهم كذا مرة النبي 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 بالتعريف هذا طبعا شهادة حية للشعب طبعا كان فيه فجوة تاريخية أربعمائة سنة ما كانش فيها أي نبوة إلى مجيء يحنى المعمدان لتنبأ عن يسوع أنه هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم فهذا الصمت الأربعمائة سنة وكون واحد يجي يشوفه أعمال عظيمة وحياة فائقة خارقة أكيد لفت انتباههم في شيء معين شكرا